المشكلة مو بالمزرعة، المشكلة اللي عم يكشفو لك على المي لأنه مو معقول كل المزارع اللي حواليك ما يتميحها إلا مزرعتك طيب والحل؟ رح جب لك خبير بيار على كيف كيفك بيعرف وين المي ومحلة إذا محرزة بتحفر، إذا مو محرزة ما بتحفر يعني مضموم؟ ما في شي مضموم 100% بس هاد أهم كشاف بيار بالعالم يعني نسبة الخطأ عنده ما بتتجاوز 6-6.5% ماكسيموم زوائر متل ما بتعرف هادا بيكون رابع بير عم ينحفر بالمزرعة أو كلفة حفر البير مو قليلة يعني أنا صرت حاطة أدحق المزرعة أجار حفر بيار أخي متل ما بدك؟ أنا عم بنصحك مو أكتر طيب طيب خلاص، أمري لأ الله جبلنا يا خليك شفلنا على الأرض والله العظيم نفسي ومونا عيني شوفها الولاد عم يسبحوا المزرعة شي مرة بكرة بإذن الله بيكون عندك حاطسيني موسيقى 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 حاجتنا بقى صرف على هالمزرعة والعمل منطلع منشتري الميشيرك؟ يبعدت لحم هالمزرعة طيب شوفي لألك هالمرة منجرب حزنة إذا طلع مي كان بي وما طلع مي خلاص منشيل الفكرة من رأسنا نهائيا نيش؟ عمالي اللي بدك يا موسيقى 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 ماذا يا أخي؟ موسيقى أخي ظاهر بهالجهة ما فيه موين موسيقى دعونا نرتاح شوي بعدين نفحص الجهة التانية على راسي شرف على الفيلة نرتاح جوه بالصالون معناها شرف فضل 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 شرف ارتاحوا أخي ارتاحوا فضل فضل يا لطيف يا لطيف شوفي يا لطيف شوفي يا شو الاصطح؟ الله ما صالح عن نبي الله ما صالح عنه يعني بدي أحتر بير بالصالوم؟ بيزمتك معقول هالكلام؟ أنا واجب إليك ويل العرق، بتعفر ما بتعفر هذا مو شغلي على فرط بده يحفير، كيف دفوت الحفارة على الصالوم؟ ما في داعي للحفارة، لأنه المي اللي عندك على غمش هي سبع متار مو أكثر يعني بير عربي، إذا بتجيب خمس عمال خلال يوم ما يشغل، بيكون البير جائز هلأ عرق المي ما عجبه يمرق غير تحت الصالوم؟ ما تشبه، كميح يطلع عندك مي، بقى أبو سئدك مش وقفة في ناس تتمنى تطلع عندهم ميولة في غرفة النوم، بقى أضحاك بأبك اللي صعلك ومصع لغيرك بكرة بتعمل شلال، وبحرق أولي بتخدق خدق، وبترطي بحالك، بتروق آخر رواق ماشي الحال، ماشي الحال، شوف أخي، الله يرضى عليك من أولها مو بكرة بحفر من هون ما بيطلع عندي مي، أو إذا طلع عندي مي، تطلع كمية أليلة ما بتعبي مسبحة، الله يرضى عليك تصفل، أنا بدي أمشي، لغ طول بالك، لغ طول بالك، لغ طول بالك، طول بالك، أيمان عميكي هيك من حرقة المباس، طول بالك عليك أنا صلي خمسة وعشرين سنة بها المصلحة، لما بقول في علم مي، يعني في علم مي، نحنا هلأ وقفين على نار شوفي، بعبي مئة مسمع وقتها، فهمانين، خمي طريق طول بالك، طول بالك، طول بالك، لغ الله يصرحك يا أيمان، ليش هيك زحلتك؟ عصب كثير، هلأ بطول ما بتجيب عمان، بتمليش حفر ما أبدأ، وقف إيمان، يالله لا حب جاء الله، تكني على الله يالله جيمان قَوْلِ، قُلْإ، قَلِي على مصقوق قَوْلِ، قَلْإ، قَلِي على مصقوق أهلا له، وفَعك يا سماين بالسرعة، بالسرعية يا شباب مَما كنون.. نعيكم، لم يحضروا الله إلى الصالون، يا بعاد الآن omnot كل هالعرض ملعت و هرب صالون أخي إذا بتريد ما بدي اسمع منك ولا كلمة لو سمحت في مجال التوقع و اطول بالك نايندر يتفهم بقى شنو بديروا بعد اللي صار شنو الرجال ما ظلت معنا حدد المكان و حدد الكمية شو زنبو إذا خطل السياءات الرئيسي بيمرؤم منتحة صالونك بلا و شو زنبي أنا و سوهيرنت بهدل منتحة راسك وصير فينا اللي صار شو زنبي أنا وياها عماد طول بالك وعطي فرصة تانية خليه يكشف على المناطق دي ما كشف عليها المرة الماضية بركيها الله بيفتح بيوشك بعض الصبر كله ياته و تدفع عندك الماء شوف يا أنا يا هالمزرعة بحياتك أبوني بالك لشكل هالأنتم عصبة هديك المرة وصلنا على السياءات هالمرة أفصر لوين بنا نوصل هالمرة أنا فتحمل المسئولية رح أخد الشغلة كلها على عاد الشخصي منيحة تصطفل منك لمزرعتك أنا بحياتي ما بأدوسا هالمزرعة فهمان؟